اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندك باقي ما تبكى من كاس مصري لمسم الماضي وعندك كاس مصري جديد وعندك سوبر مصري اللي هو سوبر الأبطال اللي فيه أربع فرق وعندك سوبر أفريكي لأهلي وعندك الدول الأفريكي بتاع الأهلي وعندك دول الأبطال الأفريكية وعندك كونفيدرالية وعندك كاس العالم للمنتخب وعندك كاس العالم للمنتخب عندك الأولمبيات لمنتخب الأولمبي عندك كل الحاجات دي ده شيء لا ينزر أبدا أن احنا نشوف دوري منتظم إذن إيه هي الحلول اللي احنا ينفع دلوقتي نقض على تربيزة ونقول نعملها بسرعة عشان ما نجيش سنة جاء نسرخ ان انت من دلوقتي لازم تهيأ للأنديق او تتفهم على الأنديق ان في بطولات من البطولات دي بزات لايه بطولات المنتخبات ان انت ممكن ترعبها من غير الدولين زي زي بطولات مثلا الأولمبياد مثلا عادي المشكلة مالا مثلا انا في لعبة اتخذت وانت كامل الدورة عادي ما يقفش عادي بس في كاس اوهم الافريقية لا اوهم افريقية لا دي حاجة تانية هدا انت كده كده خلص يعني تصيب كسر عالم راضي انه في يعني فيه ماتشات مش تزين مسلا تأجلت الاهلي مش انت اجل كل الماتشات يعني انت بيعملوا ايه الوقت ان انت الاهلي يلعب في افريقيا تريد اجله الاسبوع كله تليه واقف طب ما تكمل الماتشات والاهلي احنا كان زمان الجيل بتاعنا كنا بنرجع نرعب خمسين ماتش في كل يومين ماتش عادي الدوري بقى شغال عادي والفرقة كلها تليه ماتشات بتاعتها وانت بتكمل عادي بعدها تيه تكمل عادي ليه انا اوقف الدنيا كلها واعمل ماتشات عليا ولود عليا زيادة لكن هي طبعا هيبقى موسم صعب جدا اللي عندها تيجي تقول لك انا لا انت اخد من 4-5 لعيب انت اخد نص الفرقة في المنتخب الاولى هل في الدوريات التانية دور انجليزة او حاجة الموضوعات مش بيحصل انا بقوله عشان هم هناك عندهم محترفين يقع في الدورة انجليزة طبع عشان خاطة هي يقول لك ربع خمس لعيبة من تقديم مني طبعا انا هلعب ازاي انت بنص الفرقة اما برضو الان ده بيبقى ليها حق مني قوام اساسي يعني والزاعة الاهلي والزاعة مالك والاهلي والزاعة مالك تحديدة ماشي بس هو لازم يبقى لازم يشوفوا حل ليها لان انت برضو الموسم الجاي هتفضل برضو في القصة بتاعتك ان انت هتلاحهم مواسم والموسم اللي بعده البطولات الجديدة اللي هي الاتحاد الكورة والربطة انا شايفتها اللي هي بطولة النغبة اللي عاملينها هتفضل مستمرة انا نسيت كمان بالمناسبة فيه كاس رابطة وفيه بطولة عربية ايه معديم ايه معديم ايه معديم ايه ايه معديم ايه معديم ايه معديم ايه هو بص هيبقى مصنب صعب جدا على القائمين على اللاجنت المساعدات هيبقى مصنب صعب جدا طبعا انا عسل لك سؤال فيه مقترح بيقول ان احنا نلعب الدور اللي جاي دوت من دور واحد ايه رأيك بس دور واحد يعني هيتلعب ازاي برضو عمالعبي ولا في ملعبك هيعمل لها ملعب محايد على فكرة فكرة والمجموعاتين حلوة برضو يعني دور المجموعاتين برضو حلوة يعني ده برضو هيقلل الوقت شوية بتاع المطشاط ويديك مساحة برضو للمطشاط التانية ان انت تقدر تقدر المطشاط التانية من غير ما يعمل خلل في انتهاء بطولة الدورة لكن هل الفرح هتوافق بقى ان نعمل دور واحد هتوافق ما هو دي يعني اصلا ما هو هنعملها زي ولا وهي بصعب ان انت الفرقة كمال انت على طول مسلا مسلا بدور اولاني انا ماشي واحدش هعود الدور التاني خلص انت المطش اللي خلص مش لعبه تاني وانا لحد امتى هفضل افكر في الفرقة هتوافق ولا مش هتوافق انا ليه ما باخدش قرار يعني مسلا ليه ما اخدش قرار الدوري بتاع دوت ما يستحملش 18 نادي يخليه 16 ولا 14 ليه ما اخدش قرار نلعب دوري من مجموعاتين ليه ما اخدش قرار نلعب دوري من دوري ليه لازم الاندي يتوافق معنا ما كل نادي بيفكر في مصلحة ما افكرش في مصلحة قرار نصر عشان عنا الجماعية عمومية مع الاسف ساعات ممكن ناس بتفكر في انتخابات بعد كده كالتحاط قرار ممكن يفكر في انتخابات فانا عايز يارضي عضاء جماعية عمومية ان كل واحد تفكر ان هو بيعمل حاجة كويسة للقرار نصرية ودي الاسف المشكلة عندنا في مصر ان كل واحد بيفكر طب انا لو كريم مرددوش كريم بيش اقوى في جنبي هي المشكلة عندنا في مصر مو ده بيحصل دلوقتي في الدوري المحترفين بتاع الدرجة التانية ده بس ما هقول لك ايه يعني ده قرار تخبط انا باخد قرار خلاص انا اخدت قرار مرجعش فيه ايوه خصوصا ان انت القرار ده خليت الدوري في الاخر دوري سخني جدا ومطشط وناس وضرب وخناقات وبتا وفي الاخر جيت بعد ما قلت في الدوري المحترفين روح تلاغي القرار في الاخر طب انت ليه عملت من الاول كده ما ده تخبط خلاص انت كده اديت احقق للمس ان انت اي قرار هيخدوه اناخدوه بعد كده هتعترضوا عليه خلاص مش هنوافع ليه برضى عشال التفكير في ايه في جماعية عمومية هي دي المشكلة مشكلة يعني يعني انا انا كنت بحي جدا محمد فضلا ما مسك اتحاد الكرة ان فضل شخص محايت جدا وفضل ما كانش لغم انتماؤه للنادي الاهلي لأ كان فيه وقت كبير لأ بيقف قدام النادي الاهلي ويعارض ويعمل تالصح انت في شغل تبت عن انتماءاتك عشان انت هدفك ايه الارتقاء بالكرة المصرية مش هدف ان انا ارضي كريم او ارضي غيره صح لكن احنا طول ما احنا هناخد قرار والناس لأ مش عاجبنا بتاعت مش توصل لحد انت دورك ايه اصلا كالتحكرة ان انت تاخد الكرارات والناس تغيرها ولا انت دورك انت اخد القرار وبدان ما انت متأكد نوصح والناس تلتزم انا بتكلم عن تحديد الكرار والرابط الانديا كمان دلوقتي فانك تاخد قرارات والناس تلتزم بيها او سؤال بس واحد يا كريم وانت القرار ده بالنسبة لك مدروس او القرار عشوائي اي عشان عشوائي هتكشف فيه عوار من هنا وعوار هنا انت اكيد يعني خلاص بدان ما انت لغيته بقى قرار عشوائي يبقى انت بالنسبة لك حسيت ان انا غلطت زي ما انا مثلا اغلطت في حاجة اقول اسف يا كريم انا غلطت خلاص بدان انت شايف ان القرار بتاعك انت خدته ومشيت في القرار بدان ما انت مقتنع بقرارك انه صح امشي فيه الناس تغير يبقى انت كايب تدي فرصة بعد كده للناس كل حاجة هتاخدها بعد كده هنجتمع ونتخاني ونشافي ويلغي القرار يبقى انت الدورك اتحكرا ايه وهم الناس التانية لتدير بقى جميعهم هم ايه هاي سألك الحكاية كده كنت بتكلم فيها في الانترو وفرصة ان انت موجود معي يعني احمد عبدالقادر من يومين كده دخل كتاب بوست على الفيسبوك ومتدايق من بعض الجماهير او بعض ما يسمى باللي جاء الالكترونية انها بتنتقدوا وبتهاجموا وقال انا ما فيش حاجة اسمها ان انا رد في الملعب انا استحملت كتير فلازم ارد هنا وا 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 ايه رأيك او نصيحتك ايه الى احمد عبدالعاتش لا طبعا هو البوست مش موافى خالص انها تبقى مش موافى يعني معنى كده انت تقولي ان انا مش بتعرشاوي انا قريبت البوست طبعا اه ولا لو لها علاقة باحمد كنت اكلمه كاخي يعني ان انا اكلمه يعني كاحكبات النادي ويعني من المطبخ يعني متربي في النادي لحي اه انت مفاش تقولي ان فيه ناس بتاخد كزا معنى كده ان انت فيه لعيبة انت عارف ان فيه لعيبة بتدفع فلوس او بتالي الليجان دي انت متردش خلاص اه تقولي انت كمان بتخبط في زبايلك ايه ما بتقولي انت انت عارفت ان فيه حد بياخد او حد مثلا بيدفع فانت بالنسبة لك انت اول حاجة ما ينفاش ترد عن الناس كلنا تشتمنا وطبيع جدا ولازم قبل كل ده كريم اقايم نفسي هل انا الناس دي بتهاجمني وانا كويس ولا بتهاجمني وانا وحش صح بس انا قلت كده اقلت لو انت كويس حتى لو حاولوا يشتموك فيه مليون واحدة يردوا عليه مليونهم لا ده ماشي كويس وزي الفول هلاص يبقى انت كده هتسيب الناس اللي ترد لكن انت احمد عبدالقادر انت بدأتك كويس جدا بدأت مسواكي ايه بدأت تعمل مشاكل فطبيع جدا طبيع جدا الناس هتهاجمك سواء اللي جان اللي وجهت نظرك او ناس عادية فطبيع جدا انت تتقبل النقد ليه ان ده نقد بالنسبة لهم هم مش بيهاجموك عشانما بيكرهوك بيهاجموك عشانما اول حاجة بيحب النادي الاهلي ثانيا عايزينك تبقى كويس احسا كلنا 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 انتقضنا احنا كابتل الخطيف في 2003 اما اما خسرنا الدورة بتاع بتاع سيد عبدالنعيم كابتل الخطيف فتح فتح الجماهير استاذي التتش كله متقفل الجماهير وطلع اللعيبة وسبق الجماهير تعمل ايه تنفس اه دي اول مرة اسمعك دي متصورة في فيديو هاتشوف الفيديو طلعت الجماهير لا لا لازم الجماهير تنفس خلاص وانت وحنا تقبلنا الموضوع وانتو خرجت ونقضت اللبس ولا كنت خايفية تتخلص لا خرجنا خرجنا كلنا وكلنا تشتمنا كلنا عادي وعادي يتمررنا خلص التمرين والناس هديد استحملت ليه لو روحت بقى مثلا شويلتوا الجمهور ولا وطلعت تشتريني انت غلطان انت الناس دي الناس دي مش عايز حاجة منك الناس دي عايزة النادي الاهلي في اعلى مكانة ويكسب ويكسب كل البطلات كد خسرت بطولة سهلة بالنسبة لهم دوري اه كانت رعونا منينا احنا من اللعيبة انا احنا كنا رحين للماتش واسقين احنا للماتش غز بتاعنا خط الدوري لا واحنا كنا قبل الماتش يعني كان فيه بعض اللعيبة بتتكلم واللعيبة كبارة في قضيتهم في الكلام ده سكتوا هنحتفل ازاي بعض الماتش اه يعني كنتوا بتتخططوا ازاي بعض اللعيبة الصغيرين كان لسنهم صغير فطبعا كان موجود كابتن وليد صلاح وكان موجود كابتن هادي خشبة وكلموا عن الناس دي يا جماعة احنا لسه مجسدوني لان كابتن هادي وكابتن وليد عدوا على الاجواء دي كتير وفاهمين ان ان انت اما بتحتفل قبل الماتش بتخسر بس لعب الماتش خلاص واحتفل كابتن خطيف فتح والجماهير قاعدت تشتم فينا وشتمنا وكلنا ومحدش فادح بقو بعدها فترة بسيبنا الكاسم الاسماعيلي والجماهير هي جاية تشجع تاني وخلاص لان هي خلاص انت مرحلة زي ما الناس دي بيجي تشجعك في الاستاد وبتغني باسمك وبتغني باسمك وتكسب اما تخسر تتقبل صح او انت اما بتخسر بتشتمك وانت كويس يا احمد عبدالقادر اول ما انت طلعت والناس كنت بيقول لها احمد عبدالقادر ونجموا بتاع ليه الناس انتقضيك دلوقتي لازم يبقى انت فيه مصرحة منك وبن نفسك انا كويس ولا انا وصلت للمرحلة دي بعيدا بقى عن انت وجهة نظرك ان في حد مأجور او حد مش مأجور انت ايه انت كويس ولا مش كويس صح دي نقطة مهمة جدا الاهلي رأي كيف صفكت ما معشور بص يا يعني انا بص الكرة بالنسبالي ما فعش اقول بقى ده شتم ومشتمش وده عمله ما عملش خلاص ايه الكرة دي ده مفيش انتماءات في الكرة مبدايا خلاص يعني الموضوع ده انتهى بالنسبالي امام طبعا من العبل كويسة جدا ولو كان غلط وخلاص وهو الرجل ترى اعتذر والاعتذر ده من شام الكبار خلاص انه هو اعتذر خلاص طبيعي جدا الناس كتيرة بتغلط وبيعتذر خلاص ونادي الاهلي شايف انه هو بالنسبالي له صفقة فنية مميزة وفعلا مميزة وليس اقول لك انت انت بقى شايف الفنية ان هيفيد الان جدا عليه بص بعد حمد فتحي امام عشور وانا شايف ان امام اعلى من حمدي في الكوالاتي شوية في اللعب احسن مني طبعا امام لفرق انه هو لعب وينجر فامام بالنسبالي انه هو حتة الهجومية عنده كويسة جدا هو اللي عدلها انه هو بقى دافع كويس صح سيب الضبط بالضبط احمد داودة ما كان في المقصة مع كابتن نهاب جلال احمد داودة طول عمرنا احمد داودة في الناحة الهجومية بيلعب ايه الناحة الهجومية كابتن نهاب وظفه ايه في اندر ستة صح حشان محمد نفس الكلام صح حسين الشحات حسين الشحات كان بيلعب ايه طول عمره باكرايت كان بيلعب وينجر اه قدام كابتن نهاب كان بيلعب ايه باكرايت فأظن إن هو الولد بدأ حيث إنه لا فلوس في ملعب ويدافع كويس دي دي زيادة عليه لكن هو من أحسن الناس اللي شفتها في مصر بيعمل بوكس تو بوكس دي بيعملها بيدافع كويس ويطلع بالكرة كويس وبيجم كويس وبالشوت كويس أرجو من الإمام إن هو في النادي الأهلي يلتزم لأن النادي الأهلي إنت بتخش جواه دي منظومة داخل جواه لازم تلتزم لازم تتمرن كويس لازم تنسى بقى إن إنت جايب كام ومش جايب كام تندمج بسرعة جواه المنظومة لأن إنت عندك إمكانات عالية جدا إمكانات دي من غير التزام مش هباليها أي قد لو تبقى عاد مع صحابك بقى في الأهوة كده وعليم بتتكلمهم مع بعض بتقولهم إمام عشور هينجح في الأهلي ولا؟ أنا شايف إن هو لازم هينجح بس يبقى دي عنه الضغوط إمام لو سلم نفسه للجماهير في بعض الجماهير اللي ممكن بتنتقد على السوشيال ميديا إن هو إزاي والمبادئ والكلام دا وفي بعض جماهير الزمالك هتبدأ تشتمه إمام لو فضى دماغه لو رمى ودنه للبتاع إمام مش هرعب أنا بقولك ده أصعب حاجة في الدنيا اللي بيعجبني جدا في الموضوع دا عبدالله سعيدة عم جي الأحلي عبدالله جيب من النادي إسماعيل ينادي يكبيل وكل دي هو ممشي من الأهلي عبدالله بص العم المحش عارف كده ما تركز إنت بشير طبيعي جدا أنا بلعب في الأهلي الزمالك هشتموني بلعب في زمالك الأهلي هشتمني دا طبيعي جدا مش هتمي الزمالك هشتمي دا طبيعي دا طبيعي جدا فأنت بالنسبة لك تبقى أنت خلاص تبقى أنت مهيئ نفسك إن أنت هتشتم في الشارع فضي بماغك وما تمشيش وراء الضغوط خلاص إنت راجل لعب كرة الملعب بس تعويضنا خلاص وإنت تتلعب ما تسمعش كلام الناس واللي هيركز مع السوشيال ميديا الفترة الجاية كمان بدأ الموضوع يزيد من اللعيبة هيبطل كرة طيب عايزة أنا معك لعبة عايزة تختار لي أفضل تشكيلة في الكرة المصرية الموسم الماضي تت معك وراءة؟ معي فيها بعض الأسماء اللي ممكن تفكرك يعني أنا مش حاببا ما عطوش ما عطوش السرايكر خلص منها برحتك ما فيش سرايكر في الوقت اختار إنت بقى اختار إنت وكده كده يعني مش لازم اختار من دول لا 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 أنا بس إحنا حطين أسماء عشان إنت هتيجي تقعد تسرح وتقعد تفكر فبفكرك بس أنا شفتها هم دي الخلاصة بتاعت دي الخلاصة أنا بص أنا هتكلم من وجهة نظري بعيدا عن انتمائي خالص لا لا من وجهة نظري ما هو بزرق أنا قلت لك أفضل لعيب لو من انتمائك هتدي فرقة الأهلي وفرقة الأهلي كذبان كل حاجة فعلا بس إنت هتشتغل كل واحد فرق مالهاج دعب كذبان كل حاجة في ناس في فرقة تانية عملة دور كبير جدا بس في نفس الوقت ما كذبوش حاجات طبعا طبعا دي النقطة مهمة الأهلي كفريق جماعة هو اللي كسب بس وانت هتختار أفراد دلوقت حلوة نبدأ حراسة المرمى محمد الشناوي انتوا جاهزين معايا الشباب جوا أنا بشوف بس جاهزين معنا هنا هتعرض كله مع بعضه طيب هنعرض كله مع بعض قول انت التشكيلة وهنعرضها حراسة المرمى ومحمد الشناوي محمد الشناة محمد الشناة زهير ايمان لو رح تلعب طريقة ايه عشان نعرف التشكيلة أنا اه أنا بحب طريقة اربعة اربعة ا이ه اربعة tive اتنين تلاتة واحد اربعة فتنين تلاتة واحد اه ميش يلا صندرين وiiii وفرق ميش ميش الشناوي 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 محمد هاني محمد هاني عبد المنام محمد عبد المنام مرعي محمود مرعي الباكليفت محمد حمدي محمد حمدي بيرامد ماشي العيب كويس جدا مفاجأة انت مقولتش علي معلول مفاجأة مقولتش علي لا علي بص علي العيب كويس كل حاجة بس هو اخر فترة يعني هو اقل شوية يعني انا بتكلم ابو انترك برضو مالايش دعو انت عملت ايه حلو انا بتكلم محمد حمدي بتطور من نفسه محمد حمدي محمد بالزبط بيفكرني في جوردي قلبة بس ات نفس التحرك محمد حمدي جوردي قلبة بيقطعم بيعمل قطع بتاع جوردي قلبة اللي هي رح قطع منورها الباك وبيعملها كويسة حلو وبنتي السندي في كزا جون جابوا يعني بدماغه برجله يعني بيتحرك كويسا هاي يقوله بالمناسبة عن экخريجك النادي الاهلي يعني هو من نشرائي الاهلي خوة ماشي في نص الملعب مراوانة عطية مراوانة عطية و مراوانة عطية و وليد الكارتي وليد الكارتي ماشي و اعنا حطت اعنا حطت محمد ردة بس assim اعنا بحط واحد مع تلاتة قدام بمصافات دفعي محمد رودة محمد رودة ماشي ونایکش تلاتة مصر المرة. ماشي. مصطفات هجومية يعني دفعية هجومية. على الشمال. الشمال اللي هو الجناح. الجناح الايمن. او الايمن. الايمن مصطفى فتح. مصطفى فتح. الايصر حسين الشحط. ماشي. مهاجم بقى. لزاكرتك و. مهاجم. افكرك بشوية ناس. لا انا عارفهم بس يعني بشوف انا بشوف الاعلى بالنسبالي يعني. يعني انت عندك مابولولو. ماروان حمدي. مابولولو. 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 هو ده اللي هيبان معاك. اه. يعني هو بالاهداف. هو هداف. هو هداف الدوري اه. لا. وفي فرقة زينادي للتحاد. فريق كبير. اه. ما حد يطلع مني اخد هداف الدوري تبقى حاجة جيدة. يبقى انت قلت محمد الشناوي. محمد هاني. محمد عبد المنام. محمود من مراعي. محمد حمدي. محمد حمدي. ماروان عطية. وليدي الكارتي. ومحمد ريدا بوبو. اه. واحسين الشحات. ومصطفى فتحي. ومابولولو. مابولولو. دي تشكيلتك. تشكيلتك. دي رأيك فيها. هيعرضه لنا بعد دي رأيك فيها. اه. حلو مختلف في شوية حاجات بس حلو. في ناس يعني في ناس مثلا زي اه الشيبي كويس. اه. الشيبي بقى بقى كويس. يعني في يعني اه. عطمين تاني ممكن اه. ياسر ابراهيم برضو ممكن يخش معاهم. يعني اصلي في ناس. انا بعمل كارنات بينهم بس يعني. بس هو ده. انا بالنسبة لي محمود مراعي. مدافع كويس جدا. صح. انا انا فكرة معك في محمود مراعي ومحمد عبد المنام. دي بولي انت مختلف معايا. اه هو بس عالي معلول كنت حب ان انا حط في التشكيلة. كنت ممكن احط حمدي فتحي. اه سوري. ممكن احط حمدي فتحي اه في النص. وما سوريا. حمدي فتحي احط في النص مكان محمد ريضة بوبو. ده الورد تشكيلتي يعني. وعلي معلول مكان محمد حمدي. ورغم ان مصطفى فتحي عمل موسم عظيم وعبكري. بس ما قدرش ما حطش زيزو يعني. زيزو كان بيعاب لوحده تقريبا في الزمالك هو افضل لعب في البوتورة. فانا احط زيزو. يعني مصطفى عمل موسم رائع برضو مع برامنز بصراحة. انا انا بقول لك دي بس ايه. انا اعملت اعمل ورقة اللي هم يعني. اه لا لا. ان هي دي الخلاصة من من التحليلات. فاهم? اه. لكن اه لكن طبعا احمد يا زيزو طبعا انا بقول في ناس موجودين في ناس كتير. طب تحطه مصطفى فتحة ولا زيزو. عشان ما تطلتش الورقة دي اللي عثرت عليك. وان كان مصطفى فتحة برضو عمل موسم عظيم بصراحة لأ زيزو طبعا. زيزو. خلاص. نغير نغير مصطفى عد حاجة معه نحط. انا 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 عملت اساس الورقة. بس طبعا زيزو انا طبعا ازا نسيته بس ازيزو طبعا من. بس انا شايف تشكيل الكويس يعني وليد الكارتي من الناس اللي هي اللي عملت اه. موسم رائع. موسم رائع. وادة كده لنادي الاهلي فوضو يعني. النادي الاهلي فوضو انا عايز وليد الكارتي. صح. اهو اللي عيب كويس جدا. صح. اه مروان طبعا نغنى عنه في نص الملعب دلوقتي. صح. وامحمد دي رباب بلوقتي من الناس اللي كلها مصر بتتكلم عليه. عسلك سؤال على محمد عبد الملعن. ام. لو انت بتلعب دلوقتي. ام. تمام? وفي مدرب هيختارك انت ولا يختار محمد عبد الملعن عبد الملعن عبد الاساسي. انا يختار عبد الملعن. دي جدعانة ولا. لا لا لا. ولا كوص ولا حاجة. ايا ايا كل كل حاجة. يعني كل واحد ليه عصره. انا في العصر بتاعنا. كان استطيع اللعب. ودلوقتي ليه استطيع اللعب. دلوقتي يعني هنا ايامنا كان المدرب عايز الاتنين المدافقين دول امن مركزي. اه. اكوية جدا. اللي هو الجمعة اللي هو تنزل. اكوية. لو ما ما استطراكش اربع خمس اناكل يوقفك. لازم. فاهم. لكن دلوقتي كرة بدت من فترة بدت تتطور. ان الجون بدأ يلعب برجله. ان المدافع بدأ. ان المدافع هو الولد عنده صغف ناسه. بس هو مش كلب محمد عبد المنهم في التهور. ان هو في التهور والمشاكل والحاجات دي. ولازم يبقى عنده ثابات فعالة شوية في المشاكل وخانقات دي. طبيعا جدا الفرق ده هيستفزك. طبيعا جدا الفرق تحس ان انت راجبه. ان هو عايز اضرابك عايز اعمال لك. يبقى انت لازم تبقى ثابت. اياما احنا كنا بلاقى فرقة مرة اسمها جون داركس انغالي. كانوا عامليني بقى. ايه بقى. جابين معهم خاتم. خاتم خاتم الخاتم اللي يال السودة دي. اه. وبيتدوها لبعض. ويجي جنبك. انت بقى حظك. تاخد بلحة. تاخد دوناف في وشك. شادي خد واحدة هنا في الحتة دي. فقطعت له الحتة دي كلها. ايه روح ضربك في ضهرك بيها. فهم انت بقى جدا انت الحاجات دي بتحصل هتعملها هتتشد. صح. بيدوها لبعض يعني اضربك ويديال غيره. روح ضرب اللي بيلعب عليه. فسادي ايه يقولك انت توترت ليه. هتعمل انت اصلا مستر جوزي على طول كان بكلامه معنا. السبات الانفعالي. لانهم عارف ان الافاركة هم فيهم الدق ده. يستفزك عايز اضربك ويزات المغاربة. يعني شغل اللعبين يعني شغل اللعبين في الملعب يعني مش كلهم. اي حد بيلعب قدامك عارف اللي انت اقوى منه. هيعمل الحاجات دي. صح. هيحاول مين وابوتريكة وعارف بركاته وعارف متعب وعارف فلافي وعارف الناس كلها. فعشاف فرقة ايه يا جاي تلعب. فهو هيكسبك ازاي? غير ان هو يستفزك. صح. عشان تنزل لمستوية. يطلعك من شغورك. صح. فاحنا كان كل الكلام معنا ان احنا جماعة يعملو هيعملو ازا تملعب في المغرب وتونس. واحنا ولا كان فيه بمعنى. بنتضرب. مم. بنتضرب ويتشتم ويضربك ويا انت اقافي تديك بالكوة بتاع. صحيح. فهم? يعني انت بتلعب في فرقة كبيرة لازم عندك سبات فعالة. صحيح. كابتل احمد شرفت ونورتك العادة الحوار معك ممتعب. اشكرك شكرا جزيلا. حبيب. شكرا. حبيب يا كريم وانا سعيد بقودة معك. يا ربي خليك حبيب. بسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. احمد الهواري ومحمد جمال معهم كواليس مهمة جدا خليكم.